لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إذن القضية تتعلق بهذا الأمر لذلك المغرب لا يمكن أنا أقولها لكم لا يمكن أبدا أن يتجه نحو تطبيع العلاقة بدون مقابل ترى ما هو المقابل المقابل هو يريد دعم دعم في قضية البوليزارو أنا حسب المعطيات والحيثيات المتوفرة لدي أن هناك اتفاق يسير في هذا الإطار وأن المغرب تلقى وعود وهذه العود كيف سيجري تنفيذها؟ إذن جر البوليزاريو إلى حرب أو جر المنطقة أو استعمال القوة العسكرية للسيطرة مثلا على المناطق المحررة وما إلى ذلك المغرب يتوجه لهذا الأمر أذكر أنني أجريت حوار مع ضابط منشق من الجيش المغربي كان يعمل في الصحراء الغربية وذكر لي بأنه لا يمكن أبدا أن الجيش المغربي يفكر في العودة إلى الحرب لأنه دفع الثمن الغاليا وذكر لي كثير من القصص في مواجهات البوليزاريو لذلك المغرب كان سعيد جدا باتفاق إنهاء الحرب وإيقاف الحرب وإيقاف الرصاص وما إلى ذلك كان مستفيد جدا لأنه لو استمر في ذلك الأمر سيؤدي إلى تفكك الجيش الذي يعمل في هذه المنطقة ويذكر لي أذكر أن هذا الضابط ذكرني أيضا أن هناك كثير من الضباط فروا وعسكريين فروا فروا لأنهم وجدوا أنفسهم يواجهون حقيقة ما وصفوه بالأشباح لذلك المغرب إذا عاد بنفس الطريقة إلى الحرب مع البوليزاريو سيكون الخاسر لذلك لن يعود إلى الحرب إلا في معادلة أخرى إما دعم من جهات خارجية أي دول تدعمه بالأسلحة وتدعمه عسكريا أو وجود مقاتلين مرتزقة وأذكر في هذا الخصوص أنه في فطرة مضت منذ سنوات تحصلت على وثيقة استخباراتية مسربة وهذه الوثيقة زعزعة المخزن المغربي ونشرتها أنا ذاك في تقرير على الشروخ يتحدث عن لقاء جماعة درودكال ونبيل مخلوفي وجمال عكاشا وعطيت لهم أرقام هؤلاء الأشخاص التقوا في خلية اجتماع في اجتماع مع العناصر من المخابرات والتقوا في الأراضي الموريطانية وكان الاتفاق الذي حدث من خلال الوثيقة التي تظهر أمام الشيخ أن التنظيم القاعدة الذي كان يقوده أنا ذاك درودكال أنه يقوم بعمليات إرهابية على مستوى الصحراء الشرقية تقديم معلومات عن كل مغربي التحق بالتنظيم تنفيذ عمليات على مستوى الحدود الجزائرية التونسية تنفيذ عمليات داخل الطراب الليبي كان ذلك في هذه الوثيقة تحمل تاريخ 17 مايو 2011 أما من جانب المخابرات المغربية تسهيل دخول والتحاق المجاهدين بالتنظيم عبر حدود المملكة الدعم اللوجيستي والعادة ومش نعرف الكلمة هذه خصوصا التسلح تقديم معلومات استخباراتية لقادة التنظيم إذن هذه الوثيقة التي أن ذاك صدر بيان حتى من الخارجية وكذبها وقال أنها مزورة واتهم أحد الأشخاص بأنه قام بتزويرها هو هذا الشخص معارض مغربي وما إلى ذلك من هذه الأمور المهم هذه الوثيقة ماذا تبين؟ تبين أن حتى المغرب المخابرات المغربية كانت على أتم الاستعداد التحالف مع تنظيم القاعدة من أجل إشعال حرب في الجزائر كانت كذا وثبت أيضا معلومات أخرى تتحدث عن تعامل المخابرات المغربية مع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراء وما إلى ذلك من هذه الأمور أعتقد بأن مثل هذا الأمر إذا تعلق بدولة مثل المغرب التي كانت التي لديها تمثيل في الأمم المتحدة وهي دولة ذات سيادة ومعترف بها دوليا ودولة لديها موقع على مواثيق ملتزمة بضرورة مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه إذا كانت هذه الدولة كانت على إتمام الاستعداد وصل الأمر إلى أنها تتعامل مع شخص إرهابي مع تنظيم زعيم تنظيم دولي عابر للقارات وعابر للحدود تلاحقه مذكرات توقيف دولية ومحارب على مستوى الأممي والمستوى الدولي تتعامل معه من أجل ضرب الجزائر وضرب حدودها وضرب استقرارها بل يريدون تمديد النشاط حتى إلى ليبيا أنذاك قبل اندلاع هذه الحرب الأهلية التي تجري الآن إذا كان الأمور وقعت بهذه الطريقة كيف لا يمكن أبدا أنه يفعل ما ترونه إذن أنا في اعتقادي وفي تقديري ومن خلال معرفتي إلى الملف أنه المغرب هو الذي يدفع من أجل إشعال حرب في الصحراء الغربية وليس البوليزاريو حتى ما حدث مع معبر الكاركرات وهناك ما يحدث خلال هذا المعبر الآن كلها تدل على أنها مؤشرات استفزازية المغرب يريد إشعال حرب في الصحراء الغربية لأنه ليس لديه وسيلة للاستلاء على تلك المناطق المحررة وبسط الهيمنة على هذه المنطقة بصفة عامة إلا عن طريق الحرب وهذه الحرب الآن المغرب لو لم يتلقى الدعم ويتلقى وعود بالدعم وربما تم تحويل حتى مرتزقة إلى هناك من دول ما حتى من ليبيا عبر الساحل والصحراء وما إلى ذلك فهؤلاء المرتزقة يعبرون الحدود ربما تلقى حتى الدعم عن طريق هؤلاء من أجل أن يشعى الحرب لأنه لو بقي الجيش المغربي على الوضع الذي كان عليه وقد استمعته يعني رويت لكم ما تحدث به أحد الضباط ونشرت معه حوار في جريدة الشروق وأثار زوبعة أنذاك أيضا والحديث الذي قاله قال كلام خطير عن دور المغرب في تهريب مخدرا إلى الجزائر وما إلى ذلك إذن هذه المعطيات التوحي فتح الإمارات إلى قنسلية في العيود أنباء ومعلومات تتحدث على أن المغرب يتجه إلى إعلان التطبيع رسميا مع إسرائيل رغم أنه موجودة العلاقات والسفر وكذا وكذا ولكن تطبيع العلاقات وفتح السفارات غير موجود الأمر الثالث الناضي الذي تتمتع به المخابرات المغربية من خلال المكائد والحروب السرية التي أعلنتها من قبع الجزائر وقد كشفتها في كتابي الذي حدثتكم عنه أمر آخر أنه هناك تطورات تطورات في المنطقة الجزائر في ليبيا الجزائر أيضا التطور الذي حدث الجزائر لأن الفطرة التي كان فيها بوتفليقة غائبة عن المشهد كان المغرب ينشط كثيرا استغل الضعف الذي كان قد دب في الدولة الجزائرية ولكن مع عودة رحيل نظام بوتفليقة وعا هذه التطورات التي عرفتها الجزائر المغرب تخوف إلى أن الجزائر ستعود بقوة إلى المشهد الدولي وربما الجزائر ستساهم في حل الملف الليبي لذلك نجد أن المخابرات المغربية عملت كل ما في وصعها لأجل إجهاض دور الجزائر في ليبيا إجهاض دور الجزائر في مالي ومنطقة الساحل والصحراء الآن تعمل من أجل إجهاض دور الجزائر في الصحراء الغربية الجزائر دولة تستقبل اللاجئين الصحراوين تعترف بالقضية الصحراوية تدعمها في كل المحافل ولولا الله ثم الجزائر ما وجدت دولة واحدة تعترف بالبوليزاريو ولكن الدور الذي لعبته الجزائر منذ عام 1976 إلى يومنا هذا ساعد كثيرا هذه القضية من البروز ووصلت حتى إلى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار إذن يريد المغرب الآن إجهاض دور الجزائر كيف يتم إجهاض دور الجزائر عن طريق إشعال حرب عن طريق العمل على إشعال حرب وإذا لم يفلح في إشعال حرب يعمل على إحراج الجزائر على حدودها من خلال هذا المستنقع الذي يحدث لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله